السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نداء الى كل مسؤول التعليم في مصر كل الناس اللي راح تعمل تظلهم دور تاني في ناس كتير كلمتني منهم وكلمة على لسان كل واحد فيهم مفيش امل وحسبي الله وانعمل وكيد انا بقول لكل واحد يقدر يعمل حاجة لطلاب الراصبين للطلاب اللي هم معندهمش امل يخشوا كلية لو في فرصة اخيرة نقدر نسمحها ليهم او نبقى ندها لهم حسنا احنا نجدد الامل عندهم ونخلص خلاص المدرس الرابط خلاص الاسباق جاي بس الناس دي كلها محتاجة دعم نفسي حتى يا ترى هما لو بقول الاعادة هيعملوا ايه هيعيدي السنة كلها عشان مادة واحدة ده حرام ده حرام والله يا دكتور طارق حرام يا كل مسؤول التعليم في مصر لو في ديكو اي حاجة للطلاب الراصبين اعملوها والطلاب اللي بعملو تظهرهم دلوقات الدور التاني يا ريت تنجحوهم حرام حرام الطالب يعيدي السنة عشان مادة ولا عشان مادتين ممكن عشان خمس درجات ستة درجات او درجة ليه مصاريف السنة كبيرة او طويلة انا قلت داني دا الاخير والفرصة الاخيرة اللي احنا نقدر نصحح الاخطاء اللي احنا وانا فيها ممكن تكون بقصد او من غير قصد ايا كان بس لطاق الله ونعرف ان احنا هنقف بين ادرب بنا عز وجل وكل واحد ظلم حدي في الطلبة دي هيتحاسب ان ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخرة فبالله عليكم اللي في ايديه حاجة يقدر يعملها لكل الطلبة دي يعملها صدقوني احنا بس الفيسبوك والواتس والحاجات دي فصلت عن العلم كله قامت ست ساعات العلم كله كان في حيرة وقلع ما بلك لما تخش القبر بقى وهيتفصل عندك كل شيء هتقول ايه لربك هتمدي ايدك في جيبك وتطلع فلوس للملايكة اللي بجييني حاسبوك هتمدي ايدك في جيبك وتقول ده مالي وده اللي انا اكتنسته من ظلم للطلبة او من اللي انا اخدته صدقوني مفيش مفر من عقاب ربي عز وجل وانا عندي ثقة تامة حسنا ظن بالله عز وجل اللي حق المظلوم هيرجع هيرجع ايا كان في الدنيا او في الاخرة فبالله عليكم نلاق اخير فرصة اخيرة للطلاب الراسبي للطلاب اللي بعملون تظلمات للطالب اللي طلع له درجات ولسه مخدهاش فبالله عليكم اتقوا الله اتقوا الله واتقوا دعوة المظلوم مفيش بينه وبين ربنا حجاب اللهم بلغت اللهم فاشهد انا من زمان او بنادي وبقول وبعيد ارحموا ولادنا ارحموا ولادنا ظلمتوهم وظلمت اباؤهم وماتهم ممكن انتو بالنسبة لكم مفكرين ماتوش ظلم منهم لا في ناس كتير اتظلمت وإياك ودعوة المظلوم اللهم بلغت اللهم فاشهد وده يعني نداء اخير وحاسبي الله ونعمل وكيه تحياتي ليكم وكل اولاء الامور وكل الطلب اللي بظلمهم كل ابطال السنوية كل الناس كل طلاب مصر وكل الناس الشرفاء اللي موجودين في الوطن ده تحيا مصر من قلوبنا مصر محتاجانا ومحتاج أولادها كلها ناس كتير راحت السودان وراحت بلاد بره لتتعلم وفي الاخرى نحتاجهم بعدما يبقوا كبار وعلماء ومثوقفين بره مش عال فقول ليه مش اقول غير حاسبي الله ونعم الوكيل في امان الله